كنا قلتنا للمرة اللي سياتت على الرينا ريجت وقالنا الكيدني لها ثلاث ادوار في المحافظة لها ثلاث ادوار في المحافظة على الـ Full Menial Dynasties والPrevention of Ricketts الكيدني اولا كانت بتحافظ على البيئة بتاعتنا ما بين 7.35 وما بين 7.45 ولا انت ناحية الاسيبك فايد ولا انت ناحية الالكالاين ولا ناحية الالكالاين فايد بتحافظ على الـ PH ثانيا كان لها دور في تحويل الـ 25-21 بها ثالثا بتحافظ على السيرم فوسفيت ليبل كونستان ولا هو عالي ولا هو واضح اتفقنا قبل كده قلنا ان الـ الموضوع في المنتهى السهولة هي بس ايه يعني تاخد البيرتلاين اللي انا هقولها الحاجزك وبعد كده يمكن جو انت سيفلي اللي قدالنا ده الـ او النفرون سوري ده النفرون النفرون ده يا جماعة هو الوحدة التركيمية او الوحدة الفانكشنل اللي موجودة في الكدني النفرون ده يتكون من تجمع من الكابيلرس و شوية رناتربيولز تجمع الكابيلرس ده يبدأ بالأفرنت عرتيول يتكسر الى مجموعة من الكابيلرس كله ؟ ويجد اصبح كونتا البلومورات الكابليرث وبعد أن ترجع على بلومورات الكابليرث و ت analog مع بعضها الآخر تصورة الأفيرنت أرتريول الم الدم يعد تحت ضعف عائر المسببية في الجولومورات الكابليرث يبدأ معظم كونتا الدم تفلتر فلياrent اخطى جميع مكونات الدم تستطيع انها تانفز وتعدل الباوماند الكابسول باستثناء بلازمة nasılفالبولد فليودي اللي ينزل اذا regrets باستثناء البلازمة.. مظبوط كده؟ مش كل الفينترز اللي بينزل هنا يا دكتور هو بيطأ يورين في الآخر لا، ده انت لو تتخالي كدني بتنزل من المية وعشرة لتر المية وثمانين لتر في اليوم في البومنز كابسولز اللي موجودة في الكتنز بتاعتنا عن محيتين عمر محد بينجيب خمسة ستة لتر يورين في اليوم خالص يعني واضح ان معظم الجروني في الترية اللي النزل ده لازم يتعامل الموديفكيشن انا مش اخد الموضوع بتفاصيله لكن هولي حذرائك من الموديفكيشنieran الأخير معظم هذه عمل تحصل في البروكسما الكونون party يحصل في البروكسما الكون 2018 في البروكسما 2018 وراء مواضع بيسم الصودام اللي نزل في حدود ستين خمسة وستين فيمياً ومنع�야 البيكاربونيت والصودام والبيكاربونات لما احصلهم راء أبزوربشن بينفص ص Loud ums Beyond 나ere been sprechen تقريباً الكلام ده ان شاء الله هنرجع نعرجى ثاني و worldly introduction ومعايا البيكربونات والسوديوم والبيكربونات لما يحصلهم يمتصوا حوالي 85% من المية اللي نزلت تقريباً. كلام ده ان شاء الله هنرجع نعيده تاني وناخد الانتوردكشن بتاعت النفروج السنعات اللي يخصني النهاردة فيه حاجة تانية كمان موظم الأمام الأساس اللي بحصلها ريكابزوربشن كمية كبيرة من الفوسفيت بحصلها ريكابزوربشن هتقول الله بحصلها ريكابزوربشن لكن لو فيه مشكلة مثلا ان فيها هاي بربارة فيورديزم ولا حاجة هنعمل بلوك لرقابزوربشن ده هنعمل لها لكن في الريكابزوربشن ديورنج البلدنج بتاعت الجسم الطفل اللي ولسه بيكبر معظم الفوسفيت اللي بيوصل عند الريناتوبولز البروكسيما اللي بحصله ريكابزوربشن عشان يرجع للجسم من تاني بالإضافة الى جزء من البوتاسيام وجزء كبير ملء الجولوكوز بحصله ريكابزوربشن عند البروكسيما لو انت محتاج موجودة منها مثل البوتاسيام سي اذا هنعمله اكس كريشن عند الدستال للكون فيديوط من الحاجات المشهورة موجودتك دلوقتي ما سوف액عتد hemisphere Birdوكسيما pertama سوديوم بايكاربونات ومعهم مية أمانو أسد فوسفات بوتاسيوم ومشي كده ومن الحاجات اللي بيحصلها إكس كريشم نورمالي عند الجسة بكومفيتو تيقول الهايدروجين ولو انتو تفتكروا ان في ألدوستروم بيشتغل هنا يروح يفرز البوتاسيوم او يفرز الهايدروجين في مقابل ان يمتص السوديوم وكولورايد مشي ده الميكانيزم حتى الاساسي اللي بتحفص بيه على البيتش بتاعة الجس انها تمتص السوديوم بايكاربونات عند البروكسيمال وتعمل إكس كريشن من الهايدروجين ايون عند الديستر كومفيتو تيقول انا عايز الامور كتمت بمنتهى بمنتهى البساطة ممكن في الرينا تيبيولزي تعمل ركتس بميكانيزم من اثنين هيبقوا شابهين بالميكانيزمات الاساسيات بتاعت كده كل ميكانيزم من اثنين الميكانيزم الاولاني ان يحصل لخبطة في البيتش حتى الناس ليساعدا تلطط البايكاربونات من البروكسيمال كومفيتو تيبيول يعما الرينا التيبيولز ليساعدا تيكس كريشن الهايدروجين ايون عند الديستر كومفيتو تيبيول فحصل متابوليت اثيوبيولز وفي الحالة اللي ان توفرز فى الرينال تيوبلر أثيوبيولز لان رينال تيبيولز هي السبب فى الحركة ما أقلت الوضبط ليت ترجع لي من بي كربونات من البروكسيمال؟ أو ما أقلت تفرض تتخلص من الهايدرجن الآن في كنزل الأحوال، لو أنت فقط بي كربونات، أو لو أنت لا أبدو التتخلص من الهايدرجن الآن اللي يتكون في جسمك، إيجاب أنت تكون لدينا م موضوع الزردة مفهوم؟ أتفقنا المرة التي تحدثت، أن الاسيدورز ينقل الصور عن الهيدورجن الآن ية الأدوان، وتتبوش، العبض، أيضًا تتطريبه في تكاية الهيدورجن الآن لكن الاساس انها بتعمل بالسوليوشن الحاجة التانية يا جماعة اللي ممكن لدينا تجوز تعملها ان انت لما يدفش تنطس الفوسفيت اللي ناثل على كدني لدينا تجوز في البروكسمان لا يدفش تعمل ايه ابزوربشن للفوسفيت فبال عنده فوسفاتوريا في الحالة لذلك هيبقى فيه في جسم الطفل الفوسفيت ليبل هيقل وبالتالي كاسم فوسفيت ترشو تبقى ايه فيدخل الطفل الفاكتر يبقى ايه ابزوربشن نتيجة حاجة من اثنين هايبو فوسفاتوريا نتيجة الكدني مش قادر ترجع الفوسفيت او متابوليك تاكيدوزي مفهوم كده يا جماعة ولا مش مفهوم اسهل حاجة في الريكت اول واحد يا جماعة وصف القصة دي كان جويده فانكوليكس 1920 في الرنج ده كبه ده رجل طبيب اطفال سويسل اكتشف القاتل ان في بعض الاحيان الرينا تيبيولزي ما يبقاش لها القدرة على انتصاص بعض الرينا تيبيولزي اللي المفروضة همتصعه في البروكسما ومنضمنها الفوسفيت ماشي وقال لحضرتك ان المشاكل ممكن تكون كالآتي يا اما الرينا تيبيولزي مش قادرة تمتصف الفوسفيت بس فهو اللي بيزل في الورين لوحده وبقدر حاجات الثانية تمتصف بشكل طبيعي الحالة اللي هي ده جماعها نسميها ثاميليا وهيبو فوسفاتيميا ما عندكش اي مشكلة غير ان الرينا تيبيولزي فقط مش قادرة تيبيولزي ابزورب الفوسفيت ماشي كده؟ لا فنكوني بقى اكتشف حاجة اشد من كده قالك ده احنا ممكن يبقى فيه موطبول موطبول ديفاكس في البروكسما الكمبيولزي ما هيش قادرة تمتصف كذا حاجة في نفس الوقت مش قادرة تمتصف مش قادرة تمتصف الفوسفيت ولا البيكاربونات ولا الامينو اسد واخد بالحضرتك واحيانا ما تقدرش تمتصف كمان لا البوتاسيام ولا البولوكوز والحاجات دي كلها ممكن تنزل في البول وبما ان الفوسفيت نازل في وسط الشيلة دي هيبقى فيه في فوسفاتوريا ويقول الولد هيبقى عنده في الاخر ريكت صح؟ بس انا اخد بالك الفرق بين المرضين المرض الاولين يتبقى في فوسفاتيميا كان الفوسفيت بس يبقى انزل فيه لكن الفانكوني صندرون او الفانكوني لما جيه وقف وصف لك جنراليز ترانس بورت ديفاكت ياخد كذا حاجة في نفس الوقت وكله بينزل على فن كله بينزل على البول وقال لحضرتك ان لو الولد ما عندوش اي مشكلة اسمه باستثناء هذا الدفق الموجود في الرينار تيبيوز نسميه ايه سبب اوراسي غالبا ومحناش عارفين له بعد شوية بعد فانكوني يجدو كثير اسمه لجنك لجنك ده قال لحضرتك ان من الممكن ان في بعض الامراض زي مرض اسمه سستينودر جسم اللي يجدي التعامل مع السستين 當هم otro mantenدي السستين بيبقى ديبوزت في مثل حتي放ه Treatment السستين ده قواينه اثرا سافر بالكونتينغ سم pansуска في مثل حتيها من الجسمه في وبعض المكان اللي بقى ديبوزت فيه في ببعض المكان اللي بقى ديبوززت فيه فممكن يبقى ديبوضت فيه في القرنية هيعمل efficiently يمكن يبقى دبوست في الوقت بلد ثلث يعمل امبيرمنت في الاميولوجي فونكشن شوية يبقى دبوست في الليبر في الاسبلين يكبرهم اموما الاثنين وبالمرة يروح دبوست في الريناتروبيولز يعمل فانكوني سندروم ركز بقى يبقى ده هيبقى ايه زي الفانكوني بس كبرناه شوية خد حاجات في السيمكس الجسم تمام؟ دي واحد بعد كده اسمه لويس وسمى سندروم اسمه لويس سندروم قالك لا ده هنعنى مشكلة عب خلقي فيه ثلاث حتة في العنين هيبقى مشكلة في البريل هيبقى فيه مشكلة وفي الريناتروبيولز يبقى مشكلة شمال الفانكوني يبقى القعدة الرئيسية بتاعتني يا جماعة هنبدأها واحدة واحدة في الاول كان فيه مشكلة في الفوسفيت فسميناها فاميليا هيبوكوسفاتيما الواحدة فانكوني جيش وصف سميها تاسمه وسمىها لاني ماليها السبب وقال لك لا ده ممكن المشاكل تبقى وضرب الريناتروبيولز في صورة فانكوني يعني فانكوني حتة من المرض ككل اثنين مشهولين جدا لجنك صندروم او اسمه سستينوزيس والحاجات ده هتكلم عنها بالفصول دلوقتي واللويس صندروم برضه وقفينه بتاستمك دزيز وبالمرة معدى على البروكسما كوميتو بول ضربها في صورة فانكوني صندروم ماشي كده؟ فيه امراض مش علينا بقى امراض كتيرة جدا مش عليك تضرب الجسم في كذا حتة وبالمرة فوقت تسكتني في صورة فانكوني صندروم زي الويلسون ديزيز زي الجالاكتوزيميا زي التيروزينيميا زي بعض انواع من الجليكوجين ستورجيزيزيز ليش تطولا من الامراض يا جماعة تضرب هنا وهنا 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 وتعدي تسلم على ريناتيوبولي وتعمل فيها كونيز ماشي كده؟ ده بقولك مش كده و بس ده ممكن بعض التوكسنز زي الهيبي متل زي والسايكل سبورن ايه والقاوز ديت التيروصيكلينز بعض الادوية وبعض التوكسنز ممكن لو من قادة تخذها بطريق الخطأ تروح رايحة على ريناتيوبوليز وتدمرها وتروح عامل فيها الالفانكونيز بوه الترانسفورت بتاع بعض الحاجات فتعمل فيها فانكونيسون دون يبقى الفانكونيسوندرونيا دكتور هيا ممكن تبقى برايمري ممكن تبقى ساكندر السيستيميك ديزيز يبقى فيه الفانكوني بلاس فيه السيستيميك ديزيز موجود في الجسم او ممكن تكون نتيجة توكسن دخل الجسم بطريق الخطأ او ايه من حتى كفاية إفكت لبعض الادوية ممكن تعمل فانكونيسوندرونيا فيه ايكس ممكن يبقى يبقىلوش علاقة بالفانكوني الى حد ما ويبقى الولد عنده مجرد بس لو دينا تيبيوز ديستال مش قادرة تعمل سيكريشن الهايدرجون ايون هيتركم في الجسم فيعمل حموضة في الدم وحموضة الدم الواحدة ممكن تساعد على مدوس الايه؟ الريكتس ايه من لو ما كانش المشكلة فين؟ في البروكسما الكونفوليوتو تيبيوز واصف المرض ده واحد اسمت وودود وتسمى اسمه لايت وود سندروم او لايت وود ديزيز ايه كلها اسماء بقى اخر حاجة يا جماعة حاجة اسمها نوع من انواع البراماليجنان لوجود كماليجنانس موجود او تيومر موجود في جسمه والتيومر ده بيطلع فاكتورز معينة فاكتورز دي بتقدي الى ريكت من اعتبارك كفارة ماليجنانس ماليجستيشن بالتيومر ده اللي هندحق ناخده هندحقه واللي مش هندحق بقى هنكمله المرة انا كده هتبهد بقى هاخد الفاميلي هايبو في السفاتيمة بسرعة الفاميلي هايبو في السفاتيمة ده عدارة عن تيكس لينك تيكس لينك المشكلة في المشكلة في البروكس و الكمبيوتر تيبو في الريق افضل بشو متاع الفامي ففي السفاتيمة هل يا جماعة لما الفامي في الدم بيقل الكالسيوم بيتحرك من مكانه بيحصل فيه مشكلة وبالتالي البارة فرموم بيعلى ما بيعلاش لبارة فرموم هيعلى ولا الكالسيوم هيقل عشان كده اقول حابق ايه العائل ده عدارة عندهم مال منفستشان مال منفستشان و تصبح عبارة عن ودينججادي باو في شهاد وقوم بيقل كده ولهم صورة موجودة في أخر الكتاب تصطلين عندهم فاميليا و هايبو في السفاتيمة هتلاقي لي اثنين طبعا من اخوات ومرض دومنان فأصلا فالولاد ماشيين ايه عندهم باولدر ووادلينجل لما بيحصل باولدر يا دكتور الولاد دول بيبانوكم انهم ايه؟ شورت السلتشة من المشاكل المشهورة عندهم الدنتال كيرز والأبسيسز اللي حاولين السنان والدليبتيسن لكن هل الولاد دول يا جماعة يبقى عندهم تتاني؟ لا لان الكلسر ما بيقلش وبقول لك كمان مش كده وبس ده المصر الويتنس اللي معروف اللي كان بيبقى موجود هناك في الاطفال اللي عندهم انفنتيجس مبقاش موجود وكمان الروزاريز بتبقى عندهم ليس افيدنس يعني ممكن ما تلاقيش الروزاريز واضح عندهم من الاخر موجودة في الوقت دول والمين مانفستيشن عندهم هو الوادلينجيت مع الايد باولدر والوادلينجيت والباولدر دي يا جماعة تظهر امتى لما الطفل يبقى يمشي؟ والطفل بيبدأ يمشي فريلي في السنة الثانية عشان كده مكتوب عندك المكتوب عندك المكتوب بيكتش بتاعة ريكتش ببقى من لي امتى؟ دورينج الساكن ديرو فلايف في الوقت اللي الطفل بيبدأ يمشي في حالة تلاقي الباولك زي ماشي كده؟ تشخفها في منتجة سهولة اعمل البانل بتاعة الريكتش الفوسفيت هان لقيه ايه؟ ولايه لأنه نزل في البول تاب الكالسيام نورمال كفيتش هاندراهيبر برا في الرب طب بما اين ده ريكت مش فيه زيادة في الأكلان فوسفاتير؟ خلاص يبقى انت كده هتحط لو لقيت الفوسفيت واقع والكالسيام نورمال والباراثرمون نورمال يبقى انت هتروح عارف مكانه في الكلاسيفكيشان بتاع الريكتش هتحطه في حتة بتاعة الفوسفيت نيفشانت فح؟ يا ترى الفوسفيت ده بيبقى لطف المين عايز تتاكد نوع من المكدني جمع البول بتاع التوت لو قيت الفوسفيت فيها هتلاقي عنه فوسفاتوريا الامور كده يا جماعة اتحلت التشخيص كده بقى قدامه حضرتك التريتمنت هنبدي أورا الفوسفيت الأورا الفوسفيت من واحد لثلاثة جرام في اليوم وقل لك اتسمه على اربع جرام او خمس جرام ايه؟ لان الفوسفيت كنتين واقع في الكبنة لو اديتوا الجرام النهاردة الصبح ستنزل سبعة بساعتين وبقيت اليوم الولاد هيعيش من جد فوسفيت لا ينفعش يبقى لازم الجرام كلها على اربع جرام او خمس جرامات بقيت ان الجسم دايما يبقى فيه فوسفيت بيتاخد أورا لان انا عندي كونتينوار حنا فيها كونتينوار شائجلة من تحت فيتامين دي لا يا جماعة ان في هذا النوع من الريكت زي ما اتفقنا من الكاسم لا يوجد مشكلة والفوسفيت هو اللي وقف الكاسم في الفوسفيت ريشك هتقين أبروبرت وهذا اللي قدق الى ريكت فهيقول لحضرتك ايه؟ لما تدبي الفوسفيت هيحصل لك مشكلة المشكلة الاولانية ان دايما يا جماعة لما بجيج ندبي قورة الفوسفيت لوج بالكراعات الكبيرة دي على طول البراسورمون ما عندوش كفافة في بداية دخول الفوسفيت في بداية دخول الفوسفيت بجرعة براءة للجرد فالبراسورمون يروح عالي ليه ايه لك انا خايف لحسن ان هاي اصدر هاي براسورموني هو مش فاهم طبيعة المرض ايه اصلا ففي تندنسي في بداية التريتمنت ان البراسورموني يعلم الحاجة التانية ان الفوسفيت ده مش هنوض في الدم كتير انه ساعتين ثلاثة وهيه بروح ننزل في البورد فقال لابتابعتنا عايزين حاجة تاخد الفوسفيت ده والكالسام اول ما يدخل الدم نروح واخدينه وموديوه على البون من يعمل الحركة ده فيتامين دي يبقى عشان كده بلدي فيتامين دي فايدة فيتامين دي تقوم بلدي الهيلنج بتاع البون انه ياخد اي كالسام وفوسفيت بدلا ما ينزل في البورد ناخد يوديه على البون نعمل له من الولايزيش ده رقم واحد رقم اثنين لنسى اقيل لك انه دايما اي حد ياخد فوسفيت لون على طول يحصل هايبربراثيروزم عايز تعمل افست توقع في الحركة دي ايه فيتامين دي توقع فيتامين دي هيوقع في هايبربراثيروزم ازاي؟ القصة دي مش على حضرتك لكن ثابتة بالدليل القاطع ان البيتامين دي لو خدناه بالذات الاكسفورم وبيتامين دي بيعمل نيجا تشفيت باك فوق على مستوى البراثيرويد مع البراثورمون يمكن تاخدوها في الاندوكراين في البطنة ميبي مفايدة البيتامين دي هنا حكتين اولا افست يعني يوقف حتى على فكرة هما ما شاء الله يعني نقلين الكلمة في الكتاب الجديد اللي ما عاملينه اولا بيكمبيت البيتامين ثانيا افست ثانيا افست بيوقف الهايبربراثيروزم بيوقف الهايبربراثيروزم ادونها في نانسون الفين واربعة كان بيقولك احنا هنبدي جرعة صغيرة من فيتامين دي اللي هي الفين لترناشن متو من فيتامين دي توم لاغوا الحركة دي خالص في النصر الفين وثمانية وقال لحضرات احنا هنبدي الاكتب فورمق في فيتامين دي زي الس الزفاس والجرعة بتاعته من ثلاثين الى سبعين نانو جرام بركيش بيردي هي اللي بتستخدم في الوقت الحالي يبقى قبل كده كانوا يستخدموا ايه؟ الفين وحدة لا ده انا اقولك على حاجة تانية بقى ده قبل كده بمرحلة قبل كده بخمستاشر عشرين سنة كانوا يستخدموا فيتامين دي خمسين الف وحدة لمية الف وحدة من خمسين الف لمية الف وحدة طبعا الدوس دي بقى كومبليت لأوبسوليت لانها هنلاقوا انها بتعمل هايبر فيتامينوزيس دي ولد نياما الولد ده نعندوش مشكلة من في الكالسي فعشان كده يا جماعة كان لازم هاي دوس دي تبقى أوبسوليت وفعلا ملغية خالص من كل التكاست بوكس يبقى دلوقت هنبدي فوسفيت وهنبدي معاه فيتامين دي في بعض برضو من الحاجات الجريدة قولك الاطفال دولتشورسي ستشار ممكن يستفيدوا من الجروس هرمون ري بلاسمان وده كلام ريسينت تبقى ده جماعة الهايبر ايه الهايبو فوسفاتيميا الهايبو فوسفاتيميا نعند معاه فانكوني عشان ايه يبقى احنا اسمنا خادنا حاجة من العلو البرائماري طيب الفانكوني البرائماري طيب الفانكوني اللي هنتكلم عنه مش هنتكلم على السيستيم السيستيمة فورمس جاية جاية تحت البرائماري طيب دي عبارة عن تظلم ريسيسي في ديسوردر تظلم ريسيسي في ديسوردر يبقى في ملطب الدفاكتس في البروكسي من الكموريتو تيبيول في سورة امبرد ري أبضر بوشان او باي كاربونات او مينو اثر فوسفات وفي بعض الاحيان يبقى في مشكلة في ايه؟ في البوتاسيوم والجوليكوس فلما انت امبرد أبضر بوشان في الحاجات دي هيبقى دوست ان ايه؟ دوست ان يوري وتعالوا نفهم الكيميكالبيجش شهر واحدة واحدة في لوسف فوسفات يبقى في هايبو فوسفاتيم يبقى الولد دا تمضيته بيه يا جماعة؟ ركتك يبقى في ركتك رقم واحد رقم اثنين حاجة لوجه كيميكالبيجش شهر واحدة واحدة يبقى الولد دا عنده مشكلة في الارضورشان بتاع البيكاربونيت يبقى البيكتش بتاع الجسم ايه؟ عنده كرونيك متابوليك أسيدوزيس عنده حموضة في الدم الحموضة اللي في الدم يا جماعة لما التفضل بيعانده حموضة في الدم بيحاول يتخلص من الـ AXS Hydrogenfism من خلال الانسجة اللي بتفرض أسد ومن ضمن الانسجة اللي بتفرض أسد المعدة فالتفضل يبقى عنده كرونيك أسيدوزيس يوجوالي بيبقى عنده ريبيتتت بومتنج من الجسترايت اللي عنده AXS Asset Secretion هي عنده ريبيتتت بومتنج قعدة متابوليك أسيدوزيس تسوي ريبيتتت بومتنج ده رقم اثنين رقم ثلاثة مشان ليس تقل ساعدتك أن جزء كبير من السوديوم بايكربونيت اللي بيمتص بيتحب وراه مين؟ مية فلما قيرك لما الاستروليس دي من العظامة هيرفرس في إيه؟ في البول هيرفشفت وراك المية؟ مية فالوقت دي بقى عنده بوليوريا وطالما عنده بوليوريا بقى عنده بوليوريا ولما يبقى في بومتنج من فوق يا دكتور ومن خلال اليورين ما يبقى عنده إكتز في بوليوريا بصوده في صورة سويتينج وطالما ما بيعرقش كويس وخطبها لحضورتك يبقى عنده في جسمه في الـ temperature control في جسمه ويدخل في episodes of fever والأم تقول لك ابني نيفر ان يعرق ما بيعرقش حتى في شورة فتنج ما بيعرقش لئ؟ لأنه نظم الفلوز يخرج عن طريق يورين وعن طريق بومتنج ما عنده إكتز في بوليوريا بصورة سويتينج وبالتالي ما يدخل في episodes of fever من الـ fever مع attacks of dehydration عنده muscle weakness and constipation why؟ due to losses of نتيجة losses of this is called phosphate احنا قلنا قبل كده ان الفوسفات من الحاجات المهمة للمسل contraction اتنين دول لما بيقول له يبقى عنده muscle weakness and constipation اخر حاجة يا جماعة عنده gross rotation الطفل اللي عمالي هات كل هذه العناصر amino acids, phosphate, bicarbonate عمالي يرجع باستمرار عنده بوليوريا باستمرار الطفل ده مش متبقيلوا حاجة عشان ينموا كويس فبقى عندهم gross rotation ده الكليكا البتشار بتاعت الفانكوني كوكتيل لما نفهم ايه اللي بينزل تقدر بالمباشرة تقدر تتوقع الكليكا البتشار بالضبط الطفل يا جماعة لما هجه اشخصه هشخصه هشخصه في الاول على انه هايبو فوسفاتمي يعني هلاقي الفوسفات وقع في الدم الكالسيوم نورمال البراثورمون مش عالي والالكالام فوسفاتيز عالي ده ليكت في طبيعي هفكر في الفانويني هايبو فوسفاتمي هراحواخد عيني بول هلاقي فوسفاتمي هلاقي فوسفاتمي فيه فوسفاتوريا باس الفانويني هايبو فوسفاتمي ويقولك لا استنى لازم عملت شكل اتقذر ايه الحاجات التانية اللي المقروض الريناتوجولز تنفصها يعني دور على الامينوأسد إبو bronze دور على böl بيكربونات شوف به Bicari brake ولا لا وامينوأسد شوف به أمر أشدوريا ولا لا شوف بالبوتاسيا شوف القلح الخريط لذا مهم يجمع فlectين لو انت عادي تقول ان هذا الفانويني هلاك في فوسفاتمي يجب ان تدور على الس pil� zoom ماذا ما تدور في البول و PLN Fancony تدور في الدم فانويني هاته من المحلقة المتخدر على من المتخدر unfold هتاخد فوسفيت ثيرابي وهنجد فيتامين دي وهنشوف في ايه كمان اضافة موجودة في الفانكوني ونعليجها عنده متابوليك اسيدوزيس ادي له حاجة للمتابوليك اسيدوزيس سوديوم بيكربونات بوتاسيام ستريت في حاجة موجودة في السوق اسمها بايسترا أو كوليسترا وعندنا حتى بندها في وحدة الكلب حاجة نعليج بعد متابوليك اسيدوزيس وخلاص الولد عنده ابوكاليميا ادي له حاجة صلح البوتاسيام بوتاسيام شراب او الجيكشام في الاول ثم يقلبه على بوتاسيام شراب والدوزيس مش فارقة معي ولا مهمة انا مدور على اللي بفكت الزيادة اللي حصل عليه وفقط ان انا بابدأ ازود طب الجلوكوز لما يقع مجد يجيلوش هايبوغليسيميا لا يقولك يحصلوا جلوكوزوريا ويزود هايبوغليسيميا وبالتالي ما بضايتش الابتنشام بتاعي ناحية خالص ان البلوكوز بتاعه ممكن يتحرك مما كان اللي جناك صندروب هي هيها الفانكوني بالضبط هي فانكوني بس الفانكوني هنا حصل نتيجة ان في السستين امانو اسب السستين امانو اسب دي بوزت جوه الله يزومز الخلايا بتاعه موطب الورجنز في نفس الوقت راحت للكورنيا هتعمل فوتوفوبيا في الوقت بلات سيلن في الليفر والذيسبلين تعمل يبقى تسبلين وميجن وفي الكدني فتعمل فتعمل ثاكندري فانكوني سندروب ماشي يا جماعة التشخيص التشخيص بتاع الفانكوني خلاص حتة صغيرة بس هنزودها انت تستطيع ان تكتشف السستين امانو اسب جوه الكورنيا بالسليت لم في الكورنيا يشوفه بالسليت لم ونشوفه كمان في الايه؟ في الوائد بلاد سيلن التريتمين هو هو نفس علاج الفانكوني بس حتة صغيرة نزودها يزود حتة صغيرة بس ان احنا بنبدأ مادة اسمها سيستايمين السيستايمين بيحاول السيستين لسيستيين السيستيين ده صوليبول يستطيع ان يغادر اللايدوزوم والسلز الى بره وبالتالي يحل لك المشكلة ده وبيع ان الكورنيا ما بيوصل لها بلاد سبلاي فانتا لو ديكسيستايمين أورال بيوصل للكورنيا عشان كده يقول لك لازم يبقى السيستايمين ايه؟ ايدروبس ايدروبس يستخد لوكال على طول على بره وعلى ذكرة الاطفال بيعان لهم فوتوفوبيا فضيعة ما يقدرش يبصلك كده طول ما هو ماشي عمال يعمل دعنيا كده وطلع الشيء بيبقى مزعج جدا بالاضافة ان هذا السمك بدير ضرب الليبر ضرب الكدنيا ضرب الكدنيا ده السستينوزيس ده يا جماعة في الاخر القديم يموت برينا الفيليار في الاخر بيعمل الرب الكدنيا وموت القديم ده يا جماعة اسمه السستينوزيس أو لجنكسوندروم الليوث سندروم لوكروسرورينا أول لوكروسرورينا ده عبارة عن سيكسي لجنكسايم هيكفت طيال حاجات لنفس الوقت يسمى أوكينو سريبرورينال أوكينو سيبع عنده عيوب خطافة للاية في الاي الزجاج عنده كونشينزال كولوكومة كونجينتال كاترك لم يسمى الكولوكومة كونجينتال كاترك بوفسالموس أو كونجينتال كاترك تعله مشاكل في الاي بتاعته سريبرو، يقول لك ده عنده متى التردشن وسيفير هيبوتونيا ودي شكل دحتها مليون خط لأن الأول برزنتشن الأمة بتجيلك به تحتة دي بتجيلك تقول لك يا دكتور ابن سيب من بعضه لهو السندروم ده بيبقى فلوبي انفانت خالص وعلى ذلك ما بيعشوهش وسبب المشاكل بتاعته في الموت ما تبقاش لنا هتبقى من الفلوبيلس اللي عنده بيشيع على طول يجير غيبوتونيا لمشكلة فضيعة ماشا باشا الكدني بتاعته تلقى فيها سانكوني سندروم زي السانكوني اللي احنا خدناها قبل تلك تشخيط بتاعه عيان عنده فلوبيلس هاي بوتونيا جامدة جدا عنده كاتراكت عنده كونجينتال بوليكوما كونجينتال كاتراكت خلاص اعمله وفحصات الفنكوني على اليرين هتلاقي الطفل ده عنده فنكوني سندروم علاجه سبورت من الحاجات دي سيرجري من الكاتراكت والبوليكوما وفي الاخر هتدي له سبورت في سيراب الساعمين بتاع الفنكوني سندروم الماضي اللي احنا خلاص اللي احنا خلاص ده يقولك حموبة الدم وحموبة الدم تعملها تتجيب حجم 2 لان مشكلة في السوديون باي كاربونيتر أبزوربشن من البروكسيمال لان مشكلة في التكريشن بتاع منه خدوا بالكم ان ممكن اللي اتوود صندروم ده يتأجوزئ من الفنكوني لان ممكن الامبرد الري افزوربشن بتاع البي كاربونيتر يبقى اجوزئ من في البروكسيمال كومفريتر تيبيوتر عشان كده هنا فهم الكتب الريسنت لا حاجتش بيجيب سريط اللي اتوود ده لانهم فعلا دخلوا فنكوني وخلاص قال لك ما هي مشكلة من الفنكوني وخلاص يعني ما هيش مشكلة ايزوليتر بفرض انها حصلت مشكلة ايزوليتر هيبقي المشكلة الا في الري افزوربشن بتاع البي كاربونيت ايزوليتر الي اينك مين هيبتبقى في البروكسيمال كنفروتو تيبيول دفتر في الاخر هنا عنده ميتابوليكسي ابتدوقت العزيديوز ايزوليكسي سبحثتعمل دستوليشن فنفونزو وتدخلوا ودخلوا فريكتر مش موضوع اصلا ايزولي الا انكشنا فريكتر انكشنا فريكتر ده انكشنا فريكتر ايزوليتر انشتبوا عليها اشتب عليها اشتب عليها اشتب عليها